موسيقى اهلا بكم معكم مريم وردي عمري 30 سنة متزوجة ولدي ابن عمرها 3 اشهر مغربية من مدينة الدار البيضاء موسيقى حاصل على شهادة الباركالوريا شعبة اداب عصرية عام 2005 ثم اثمت دراستي العليا بالمعهد العالي للإعلام والصحافة بمدينة الدار البيضاء حيث حصلت على شهادة الإجازة في الصحافة والإعلام عام 2008 بعد تخرج من المعهد العالي للإعلام والصحافة عام 2008 بدأت أشغل كصحفية متدربة بعدة مؤسسات إعلامية منها المسموعة والمكتوبة والمرئية حيث خطت لأول مرة تجربة الكتابة مع مجموعة ماروكسوار وبالضبط مع جريدة الصباحية لبدة شهر كامل ثم أعدت نفس التجربة مع جريدة صباح بعدها ارتحقت بالقناة الرابعة التابعة للشركة الوطنية للإداعة والتلفزة بمدينة الرباط كصحفية متدربة ملاحدة لمدة شهر كامل ثم أعدت لمدينة الدار البيضاء وفي دائما في إطار التعلم والتدريب خطت تجربة صحفية متدربة محررة للتقارير الوطنية والدولية بالقناة الثانية بمدينة الدار البيضاء ثم أعدت للشركة الوطنية للإداعة والتلفزة لكن هذه المرة قسم الإداعة حيث كانت أول فرصة لي لإداعة صوت عبر الأتير بعدها اشتغلت كصحفية مستقلة لحساب صحيفة الشرق الأوسط الدولية لمدة عامين ثم ارتحقت بمجلة مغرب اليوم التي اشتغلت فيها كصحفية محررة رسمية لمدة شهرين في مدينة الدار البيضاء وفي عام 2011 اتحقت بمجموع إداعات أمفين بمدينة دار البيضاء كصحفية مقدمة للأخبار الوطنية والجهوية بالإضافة إلى بعض الفقرات الإخبارية كحالة التقص ونشرة البورسة ثم قمت بعداد برنامج سياسي سلميته في حضرة الحكومة كان الهدف من ورائه التعريف بالحكومة الجديدة لحكومة عبدالإلا بن كيران هذا البرنامج نال أعجابا كبيرا وسط المتتفعين حيث حاورت فيه عدد مهم من الوزراء في حضرة الحكومة اعدد وتقديم مريم الوردي اخراج محمد حمام أهلا بكم مستمعين الكرام ضمن الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد في حضرة الحكومة في حضرة الحكومة يصدف اليوم أصغر وزير السنة في حكومة بن كيران بموازتي مع ذلك كنت أشغل كصحفية مستقلة لفائدة شركة آياميديا للإنتاج السمعي البصري والتي كنت أعد فيها بعد روبرتاجات حول المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية حاليا ارتحقت بإداعة ميدينة FN بمدينة مكناس كصحفية مقدمة للأخبار الوطنية باللغة العربية ثم مقدمة برنامج دوعوي تحسيسي في المجال القضائي سميته أشتغول القانون باللغة العامية المغربية لتقريب المفاهيم القانونية من المستمعين المغاربة كما أنني صحفية محررة بالموقع الإخباري التابع لإداعة ميدينة FN أتحدث اللغة العربية بطلاقة كما أنني أتحدث اللغة الفرنسية ومستوية في اللغة الإنجليزية جد متوسط هواياتي السفر وحضور الدورات التدريبية سواء في المجال الإعنامي أو في مجال تطوير الدات بحيث حضرت عدة محاضرات ودورات تدريبية في التطوير الشخصي والتخطيط الشخصي للدكتور طارق سويدان والدكتور محمد خليل غيات وكذلك حضرت دورة التربية والعلاقات الزوجية مع كل من الدكتور مصطفى أبو سعد والدكتور صالح عبد الكريم كما أنني كنت من بين المستفيدين الذين حذروا الدورة الإعلامية التي نظمتها شركة بي بي سي بمدينة دار البيضاء حول المواقع الاجتماعية من هوايات أيضا القراءة آخر كتاب قرأته الاقتدار الذاتي لصاحبه الدكتور مصطفى حجازي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة